كاريم متابعين العزاء أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمحبة والسلام من أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين يتجدد لقاء والانطلاقات المتواصلة بانطلاقات سن ثنايا بشعارات أبناء القبائل الذين ينطلقون من أجل الفوز والانتصار الذي يطمح له الجميع شوطن الرابع يسير بحفظا من الله وتوفيقه ويحمل تحديات الجعدان المهجنات الأصائل مباشرة مع الغزال اللي على المركز الأول لخليفة بن عبدالله بن سعيد الظاهر يتقدم بينما المركز الثاني هناك مع المركز الثاني هنا مع انطلاقتي واندفاعتي شهين محمد بن سعيد بن سالم الدرعي أنتقل إلى لافي بالمركز الثالث لسالم بن علي بن اهلال المنصور بينما المركز الرابع وصل فيه الغالي وصل الغالي وتقدم في هذه اللحظات يقدم عبدالله بن طويرش بن محمد الوحيبي غادما قادما من ميدان بيدية مضمر السارة من انتزعت أول أشواط هذا الصباح بشعار رياض بن ثامر السعدون أنتقل هنا في هذه اللحظات أنتقل مع ذيب الديب 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 لحميد بن سعيد المنصوري يتقدم بينما انتقل إلى المركز السادس اللي وصل في هذه اللحظات ملبية عبد بن سالم بن مصبح الاغفرية والمركز السابع شهين سعيد بن محمد العصري الاخيلي بينما المركز الثامن هذا المهيب لسهيل بالعري بن حمد برميله العامري سهيل بالعرج بن حمد برميله العامري يتقدم على المهيب وتاسع المراكز محول محمد بن سلطان بمرخان الكتيبي وعاشرا مع هملولي معالي علي بن محمد بن حماد الشمسي هذه النتيجة وهذا هو النداء للمراكز العشرة الاولى المتقدمة والباحثة من اجل الفوز من اجل الانتصار من اجل النقطة الذهبية في حاصمة الميادين في ميدان الوثبة انتصفة المسافة في هذه اللحظات وبدأ الغزال يتراقص الى المركز الاول على صدارة الشوط يتقدم الغزال يقدم خليفة بن عبدالله بن سعيد الظاهري يظهر الظاهري بهذا الظهور المشرف ينطلق على المركز الاول يتحرك بصدارة هذا الشوط يتقدم بمستوى راقي وعالي بينما المركز الثاني هذا هو شهين محمد بن سعيد بن سالم الدرعي يقدم لنا شهين ويتحرك به بينما المركز الثالث الديب 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 وان لم تكن ديبا فكانت كن ديابا هذا القادم في هذه اللحظات هذا المتقدم في هذا المستوى الجميل هذا الديب هذا الديب هذا الديب هذا الديب بشعار حميد بن سعيد المنصوري يتقدم بينما المركز الرافع فوصل هنا لافي القادم بشعار سالم بن علي بن هلال المنصوري يتحرك بالمركز الرابع يتقدم بينما المركز الخامس وصل شهين لسعيد بن محمد بن عصري الاخيلي وتحرك المهيب وصل المهيب وصل سهيل بن عرج بن حمد برميل العامريات في هذا المستوى الجميل من خلال هذه الأسماء الجعدان ومنافساتها ومنافساتها هذه الأسماء الجميلة التي بدأت بالهجوم التي بدأت بالانطلاق التي بدأت هنا برحلتها الكبير يسعى العام يسلام 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 منافسة قوية منافسة قوية وصل أيضا وصل ملبي 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 عبيد بن سالم بن مصبح الاغفلي وتحرك الميق تحرك الميق محمد بن سالم بن اغماض الراشدي الله يا سلام من اللي وصل من اللي تحرك من اللي تقدم وصل الجداب الجداب المتحرك هنا في هذه اللحظات يتقدم لسعيد بن حلوس بن حمرور العامري وصل وها للمملكة وصل وها للمملكة وتقدم في هذه اللحظات مع مبلش عاطف بن عطي بن حسن القراشي مرحبا بالجميع مرحبا بالجميع في عاصمة الميادين لكني بعود الى المركز الاول الى صدارة الشوط الى مقدمة الاداء الى الافداع الى الامتاع الى المركز الاول شاهين يا الدرعي شاهين محمد بن سعيد بن سالم الدرعي يفتتح الكيلو الاخير يفتتح الكيلو الخطير يبدع يقدم لنا النوعية الفاخرة بهذا الاداء الكبير الذيب قادم الذيب قادم احمد بن سعيد المنصاري شاهين سعيد بن محمد العصري الاخيالي رابعا مع الراشد بن اغماض وخامسا عاطف بن عطي القراشي يسلوم ياهي معركة ياهي معركة طيور طايرة طيور طايرة في عاصمة الميادين والشاهين هنا سعيد بن محمد بالعصري الاخيالي يتقدم بالعصري يقدم لنا شاهين ولكن ابناء المملكة ابناء المملكة مع مبلش عاطف بن عطية بن حسن القراشي يقدم لنا هنا مبلش هنا مبلش مع المنافسة مع الانطلاق الثلاثمائة متر الأخيرة والخطيرة ولكن شاهين 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 مبلش 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 اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة ما بين مبلش وما بين شاهين ما بين مبلش وما بين شاهين هنا الحوار الأخير هنا الحوار المثير هناك مبلش مبلش عاطف بن عطية بن حسن القراشي مشكور بن حلفان مشكور وسلام المملكة السلام على هذا الابداع المركز الثاني شاهين سعيد بن محمد العصر الخيري المركز الثالث هنا كان مع ديب حميد بن سعيد المنصوري المركز الرابع الميق محمد بن سالة بن أغماض الراشدي والمركز الخامس هنا مع هذا الابداع الجميل ومع الانطلاق المميز من خلال هذه المنافسة الجميلة إذن تهانينا والنموس على هذا الابداع مع مبلش اللي فاز بناموس هذا الشوط تهانينا لعاطب بن عطية بن حسن الغرشي من تميز أيضا بالأداء الجميل بتوقيت زمني مقدارة 9 دقائق 25 ثانية و6 أجزاء من الثانية تهانينا والنموس على هذا الابداع الجميل تهانينا والنموس لعاطب بن عطية بن حسن الغرشي مشكور يا بن حلفان مشكور أبدعت وصباح الخير يا أبناء المملكة للمرة الثانية المركز الثاني 9 دقائق 25 ثانية 8 أجزاء من الثانية هذا شهين لسعيد بن محمد العصري الأخيلي أدى عرض رائع يشكر عليه ويشكر مالك بهذا الابداع الجميل ثالثا وصل الديب بأداء متميز وراقي ورائع هنا في اللحظات المميزة في دائرة المثلث الذهب 9 دقائق 30 9 أجزاء من الثانية كان هناك الديب أحميد بن سعيد المنصوري تهانينا والنموس لجميع الفيزي بسم الله الرحمن الرحيم